أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن أسفه للجوء بعض وسائل الإعلام للفبركة ونشر أخبار غير صحيحة عن مصر مستندة إلى مصادر غير معلومة جاء ذلك في كلمة مصر أمام اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جينيف وأكد شكري أنه لا يجب أن تجاهل ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية تستهدف المصريين لافتا إلى أن القوات المسلحة تقوم حاليا بحملة عسكرية ناجحة لدحر الإرهاب في سيناء مؤكدا أن مصر ستواصل تحركاتها لمكافحة وباء الإرهاب كما أكد شكري التزام مصر بحقوق الإنسان خاصة بعد ثورتين يناير ويونيو وأن مصر ترحب بالتعاون مع المفوضية الدولية لحقوق الإنسان